موسيقى بعد أن أخطأ أبوان الأولان أتى الله وأخبرهم عن محبته وخطته لخلاصهم وقدمت أول ذبيحة هناك في الجنة أن ذاك آدم شعر بفضاعة جريمته عندما أخذ السكين ليدبح ذلك الخروف الأبيض الطاهر الناصع وأخبر أولاده وأحفاده عن هذه المحبة التي لا يقدر أن يحدها فكر إنسان أخبر أولاده أن يقدموا ذبائح ودم تلك الذبائح تشير وترمز لدم المسيح الذي سيأتي ويقدم نفسه قاين تساءل أين هي محبة الله كان يشتغل في الحقل عنده خضار وفواكه وجلب فاكهة كتقدم للرب لكن الكتاب يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة هابيل جلب ذبيحة الله نظر إلى هابيل والذبيحة التي قدمها أخوه آيين حسد كيف الله ما يعبل تعدمته لأنه ما كان فيها دم وحسدوا آدوا لأتل أخو هابيل وصار في نوعان من البشر في العالم الشر والخير واتبع الكثيرون طريق آيين طريق الشر ونجد بأن الناس كانوا جبابرة عاشوا حياة طويلة ولهم آماد طويلة كان عمالقة منهم كان مردة اشتهروا بالحكمة لأن الله أعطاهم العقل النير لكن جريمتهم في إطلاق العنان للإثن والشر كانت منتناسبة مع مهارتهم ومقدرتهم العقلية أيها العزاء لقد منح الله الناس هبات كثيرة وسخية لكنهم ماذا فعلوا بها استخدموا هباته في تمجيد أنفسهم وحولوا تلك الهبات إلى لعنات كانت لعنة عليهم إذ ركزوا عواطف محبتهم على العطايا دون الماط أود مننا أن يشكر الله الذي أعطاهم هذه الهبات وهذه العطايا كانوا يمنحون أنفسهم بالعطايا نفسها إذ كرسوا الفضة والذهب لبناء مساكن لهم لقد أرادوا فقط إشباع غرورهم ورغبات قلوبهم المتكبرة وصروا وتلددوا بمناظر الملذات والإثم لقد أنكروا وجود الله ومجدوا الطبيعة بدلا من إله الطبيعة ومبدأها تدعوا يتابعون ويفتخرون بما صنعت أيديهم عواذ بن أن يمجدوا الله الذي أعطاهم كل هذه البركات علموا أولادهم أن يعبدوا التماثيل المنحوطة وفي الحقول الخضراء أيها العزاء وتحت كل شجرة جميلة أقاموا مذابح لأوثانهم وأطمار الأشجار ازدانت بالتماثيل وبكل ما يبهج الحواس أو يغير الشهوات لقد عبدوا خلائق من معبوداتهم وتصوراتهم إن عبدت الآلهة الكاذبة ألبسوا آلهتهم صفات شهوانية بشرية لاحظوا معي ماذا يقول الكتاب المقدس في هذا الصدد في السفر التكوين الصح السادس هذه الكلمات يقول وراء وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض شر الإنسان صار فظيع في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم ما كان يفكر إلا بالشعر كيف يربح كيف يزيد طرطه كيف يغتصب هداك كيف يسرع فكر بالأمور الشريري التي أبعدته أكتر وأكتر عن الله يقول الكتاب أيضا في عدد 11 من نفس الأصحة تكوين أصحة 6 يقول هذه الكلمة وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلم وراء الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقة على الأرض لاحظكم مرة عم يتكلم عن الأرض الأرض فسدي هعلو فسد شو بنعمل بالأشياء الفسدي بنرميها هكذا الأرض وأعلى البشر قد فسدت أمام الله لاحظوا لاحظوا ماذا قال الله أنما رأى هذه المشاهد القدرة هذا الفساد الذي يعم المسكونة فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض ثم الله أعطى تعليمات لنوح يقول الكتاب هنا في العدد الثامن وأما نوح فوجد نعمة في عيناء الرب في وسط ذلك الشر الفضيف العالم عاش نوح قريب للرب عمل ما يرضي الله وجد نعمة أمام الله لذلك طلب الله منه أن يبني فلك وطا تعليمات كيف يبني الفلك ولاحظوا هذه الكلمات الحلوة عن أخ نوح يقول ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا ففعل نوح أطاع الرب وعمل تماما ما طلب الله منه ثم نجد في الكتاب بأن تعدد الزجاج كانت من ذلك الوقت الله بدي الأمر خلق الرجل والإمرأة كي يعيشاه كزوج والزوجة لكن تعدد الزجاج أثت بعد ذلك أنما دخل الشر العالم فكل من اشتهى أمرأة قريبة أو أملاكه اغتصبها بالقوة وأخذ لنفسه وكونهم أكلوا لحوم البشر بشراسة جاد هذا من وحشيتهم وأسوتهم وحبهم لسفك الدماء هذا السبب يقولوا الإنسان هو الوحش المفترس أصبح ليس الوحش المفترسة فقط لكن الإنسان وحش مفترس ثم إذ نظر الله لهذا الوضع قال أمحو أمحو الإنسان الذي أنا خلقته ولذلك طلب النوع أن يبني فلك فلك النجاة فنجد أي العزاء بأن الناس لم يسمعوا النوع كان يبني الفلك ويبشر ويخبرهم يا جماعة ثوبوا الله محبة نحن نستحق الموت لأننا ابتعدنا عنه لأننا أذنبنا لأننا أخطعنا لكن هم هزأوا به وصخروا ولم يصدقوا ماذا كان يقول له فالذين عبدوا التماثيل قالوا بأن الطبيعة تسمو على إله الطبيعة ورسالة نوح ما هي إلا تضليل وبدع لقد هزأوا وسخروا بنوح ورسالته لكن لكن عندما رأوا الحيوانات والطيور تأتي بكثرة زرافات وحدان نحو الفلك اندهشوا وتعجبوا لم يقدر أحد أن يفسر حتى الصحراء والمنجبين معنى كل ذلك عندما رأوا الشم الصاطعة كالمعتاد طردوا عنهم مخاوفهم وأغرقوها في المسارات و إذ آتوا نحو الفلك حبا للإستطلاع كانت الشمس مشرقة وإذ وقف نوع عند الباب يقدم لهم الدعوة الأخيرة بعد أن بنى الفلك وبشر لمدة 120 سنة الآن يقدم لهم الدعوة الأخيرة يا جماعة الفرصة مقدمة لكم توبوا قبل أن يفوت الأواه اسمعوا لصوت الله يخاطبكم اسمعوا لروح القدس الذي يبكتكم أن ترجعوا إليه وادخلوا فلك النجاح لكن الشمس الساطعة وقالوا في عقلهم وأفكارهم لم يحدث أي شيء من كل ذلك وإذ قدم آخر دعوة لهم أتى ملاك وأقفل باب الفلك وبقيت الشمس الساطعة لمدة أسبوع فكانوا يرقصون حول الفلك ويقولون مسكين نوح حبس نفسه لا فيه لمطر لا فيه لشتي لا فيه لطوفان لا فيه أي شيء منها الشمس الساطعة من عب اليوم الأول واليوم الثاني حتى السبع أيام لكن في اليوم السابع أيها الأعزاء تغيروا الوضع عندما ابتدأت الغيوم تأتي والأبطار تتصاقط تغير الوضع كليا الآن ابتدأوا يدعون على الباب وعلى الفلك يا نوح افتع لنا لا نؤمن لا نصدق ولا حياته لمن يبال نوح داخل الفلك وهم خارج الفلك والماء تسقط من السماء وتنبع من الأرض إلى أن أخذ الجميع أيها العزاء أود أن أقرأ بعض الآيات من كلمة الله ماذا تقول لنا في بطرس الثاني في بطرس الثاني أقرأ هذه الكلمة لأصحة ثلاثة بطرس الثاني لأصحة ثلاثة هذه الكلمة علمين هذا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيء لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة هلأ أيها العزاء في هذه الأيام نسمح الكلمات جدود نخبرونا أسس قالوا أنه بده يجي وعم بيقبروا حتى من وقت القديس بولس وبطرس من أيام الرسل أنه البسيح بده يجي ما صار شيء هذا كله ضحك على الناس تخدير للناس الدين ما هو اللي أفيهم للشعوب قائلين أين هو مواد مجيئة لأنه من حين رقل الأباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة لأن هذا يخفى عليه برارة أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللوات بهن العالم الكائن حين إذن فاض عليه الماء فهلك القديس بطرس أيها العزاء يذكر عما حدث في أيام نوع قالوا هذه الكلمات علي منوح هلكم وبقي المجيء المسيح بينما الناس المبشرين الوعاظ كلمة الله عم تقول يا جماعة يا جماعة توب يا جماعة سلم حياتكم للرب يا سماعة ما تتمادوا بالشر لكن كما كان في أي منوح الناس مش عبت استمع ولا عبت لعب بالدعوة لكن أملي أنتم أيها أحباء المستمعين الآن أناديكم وأناشدكم كما أناشي النفس أن نكون مستعدين دائما ودوما لمجيءه الثاني المجيء أيضا أود أن أقرأ بعض الآيات الأخرى عما يقول الكتاب في تموتاوس الأولى الأصحة الرابعة تموتاوس الأولى الأصحة الرابعة هذه الكلمات ولكن أعلم بأن الروح يقول صريحا إنه في الأزمن الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعليم شياطين متى؟ في الأيام الأخيرة هل عم نسمع الكلمات من الناس يقولوا نحن عايشين بآخر الأيام الكتاب يقول في الأيام الأخيرة بدوا يكون عام يرتد عن الإيمان يتبعوا تعليم شياطين يتبعوا أشياء مضلة ما يستمعوا لكلمة الراب لكن أملي ورجائي أنت وأنا عم نسمع لكلام الراب عم بخاطب حياتنا عم بخاطب قلوبنا ونروح الأدس عم بأنبنا حتى نعود له نرجع قلبا وآلبا أيضا أي أخرى أود أن نقرأها في تموتوز الثانية لاحظوا ماذا تقول تموتوز الثانية لكن نعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة في أي أيام في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنا صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طاعين لوالديهم غير شاكرين ليش تطويلة عريضة لائحة لهم صورة التقوى ولكنهم من كرون قوتها في الأيام الأخيرة ناس تظاهر إنما مدينة لكن بعيدة عن الرب عم بتعيش حسب رغبات قلوبهم كما كانوا يعيش على أيام نوع أي أخرى أيها الأعزاء نقرأها أيضا في تسلينك الأولى تسلينك الأولى الأسعى الخامسة وعدد الخامسة إلى ثمانة هذا ما يقول الكتاب جميعكم أبناء نور وأبناء نهار هنا القديس بولوس يخاطب يخاطب أهل تسلونيكي ويخاطبكم ويخاطبني أنتم أبناء نور كما قال يسوع في عدته على الجبل أنتم نور العالم لهذا السبب يقول أنتم نور العالم وهنا القديس بولوس يقول أنتم أبناء نور أنتم أبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننم إذا كالباقين لنصهر ونصه خلينا نكون متيعضين أيها العزاء نكون واعين نسمع كلام الرب نشوف شو عم بيصير في العالم ونشوف أنه مجيء المسيح التاني المجيد صار قريب على الأبواه أتى أول مرة إذ ولد من الأرديسة مريم الحضراء كطفل بيت لعم لكي يهيئ طريق الفداء وسيأتي للمرة الثانية ليأخذ الذين قبلوا هذا الخلاص وهذا الفداء لكي يسكن ويملك معه طوال الأبدية وكم أرجو أن نكون جميعنا المستمعون نكون من هؤلاء الذين نلب دعوة الرب ونكون معه لكي نسكن معه يقول لأن الذين ينامون فبالله ينامون والذين يسكرون فبالله يسكرون وأما نح أنتم وأنا الذين من نهار فالنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص هذا ليكن شعارنا وهذا ليكن سلاحنا عندنا رجاء الإيمان عندنا السلاح الكامل عندنا كلمة الله آية آية أخيرة أودنا نقرأها ذكرها يسوع أنما كان هنا مع تلاميذه في إنجيل مات الصح 24 في علامات عديدة ذكر يسوع بأن ستحدث قبل أن يأتي مرة ثانية لأن سألوه تلاميذ ما هي علامة مجيئك ذكر عدة علامات ومن ضمن هذه العلامات مات 24 وعداد 37 إلى 39 أود أن أقرأ ما يلي وكما كانت أيام نوع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان لأنه كما كانوا في الأيام التي عبل الطفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوع الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان أيها أحباء أود أن أطرح بعض الأسئلة بخصوص هذه الآيات يقول الكتاب يسوع كما كانت أيام نوع هكذا يكون مجيء ابن الإنسان ثم يقتاب أولو كما كانوا في أيام نوع يأكل ويشرب هل في خطأ في الأكل هل في خطأ في الشرب الله قبل أن يخلق أبنانا الأولين خلق كل شيء كي يعيش الإنسان سعيد خلق الأشجار الفاكهة الخضار على اختلاف أنواع الحبوب وعطاء العطمة التي يجب أن يأكلها شرب في خطأ في الشرب ما هو الخطأ نوع الأكل كمية الأكل وعط تناول الأكل الله أعطى للإنسان ماذا يأكل لكي يعيش لكن في أيام نوح في فرق بين من يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل الإنسان اللي بيأكل طي يعيش حتى عيش محتاج أكل وكما عندنا في القرى في لبدان بني معروف عندهم هذا الشيء الأول نحن لا نأكل حتى نجوع وإن أكلنا لا نشبع لكن في ناس آلهتهم بطونهم عايشين تياكلوا وياكلوا بقطرة وياكلوا الشيء المضر الشيء البنع الله ما في فرق بين الحرام والحلال الشرب يشرب لإنسان الماء أو العصير لكن المسكيرات اللي بتضر بتقول لا تنظر إليها ما في خطأ في الأكل والشرب إذا الإنسان بيأكل الأكل والشرب السليم وهكذا الزيج أيضا أيها العزاء لنلبي دعوة الرب ونكون أمناء له ونعيش مستعدين للأبدية حتى نذهب معه عندما يأتي ثانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر